لحم الأحصنة لا يؤكل في الكثير من دول العالم إلا أنه لا يزال يلقى إقبالاً في شمال إيطاليا حيث يحاول زوجان إنقاذ بعض هذه الحيوانات من خلال إيجاد عمل لها غالبية الأحصنة الموجهة للمسلخ والمتواجدة في المنطقة مستوردة من فرنسا وخلافاً للفكرة الراسخة فهذه الجياد ليست كلها طاعنة في السن على ما يؤكد توني جغاغدي وزوجته ميكي دايدوني يقيم زوجان في فيجوني وقد أنقضا من الذبح حوالي 40 حصاناً شاباً تتمتع بصحة ممتازة منذ أربع سنوات من خلال تدريبها على العمل الزراعي وبعد إيجاد طرف مستعد لإيواء حصان يحدد الزوجان موعداً مع المستوردين المحليين لاختيار الحيوان الذي سيحظى عندها بعفو اللحظة الأخيرة فبعضها يواجه لركوب الخيل أو كحيوان رفقة في الريف أو في مركز للنزهات أو في نزل واقع في مزرعة ويستخدم البعض الآخر لعربات جر أو لتنظيم نزهات للأطفال في المواقع السياحية ترجمة نانسي قنقر